اختتمت فعليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي النسر المدافع الذي استمرت فعلياته لعدة أيام بالنتاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية وشملت فعليات التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكل الجانبين كما نظمت القوات المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب فضلا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخير الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية ودفاع ضد التهديدات غير نمطية كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة مهمة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة في التدريب يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكل الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة